شخصية الكرة المصرية يمكن أن ألقى الضوء مع ضيف النهاردة وضيف هام جدا ويمكن أن أستعيد بعض النقاط التي تكلمنا فيها في الحلقة السابقة قبل مباراة الأهل وصندوز لأنها ملمسة معانا مستمرة حتى بعد هذه المباراة لكن في البداية شخصية الكرة المصرية لو نرجع بالتاريخ لورا شوية آخر خمس ست سنوات ابتعاد الأندية المصرية عن التتويج الإفريقي أكيد لأسباب عديدة الفكرة فقط مش نحن نبتعد عن المسألة الفنية أو نبتعد عن فكرة المزيد الفني والتشكيل والتغييرات وما حدث في مباراة سنداوز لكن احنا بنحط إطار عام بنشوف الأزمة فيه والمشكلة فيه لأن آخر ثلاثة أو أربع سنوات بتوصل للمراحل النائية لكن فيه ظروف أكيد بتكون لها سبب رئيسي في ابتعادك عن التتويج الإفريقي تحديدا بعد ثلاثة بطولات إفريقية عام 2012-2013-2014 والظروف اللي في التوقيت ده الأهل فاز فيها باثنين دوري أبطال إفريقيا وكاسي كونفدرالية ثم في آخر خمس ست سنوات ابتعد تماما بعد الوصول حتى للمباراة النهائية عن الفوز بالبطولات الإفريقي أكاد لها أسباب ممكن تكون لها أسباب فاسيولوجية لها أسباب لها علاقة بشخصية القرى المصرية وما حدث في الدوري المصري والأحداث الرياضية خلال الخمس سنوات الأخيرة عن الأحداث اللي كانت موجودة في الفترة ما بين 2012-2014 أيضا هنتكلم على قصة الجمهور والجمهور واللي ضرب المثل بشكل كبير جدا وما حدث في هذه المباراة واللي كنا أيضا ألقنا الضوء على فكرة دخول الجمهور وإزاي نساعد المسؤولين أن نحن كمان هذه المباراة يملأ أو يمتلئ استاد برج العرب بعدد كبير جدا من جماهير النادي الأهلي ومن داخل المدرج هيكون معانا قصص وحكايات لأول مرة بالتأكيد جمهور النادي الأهلي دايما داخل المدرج عنده قصص وحكايات في هذه المسألة أيضا هنلقي الضوء على مباراة برامد زيوم الخميس القادم وكاس الأم الإفريقية أحداث كتيرة رياضية خلال الفترة الحالية لكن في البداية برحب بضيفي الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الأستاذ عصامة شالتوت وهو بالمناسبة نائب رئيس اللجنة الإعلامية لبطول التأكاس الأمم الإفريقية مصر عام 2019 أستاذ عصام برحب بيك من ورحب أهلا بحضرتك أستاذ محمد وكل الجماهير أهلا بحضرتك في عناوين رئيسية قدمت بيها هذه الفقرة لأننا هنلقي الدوق عليها دي رائعة بصراحة أنت راحت مساحة مش بعيد أوي عن اللي الواحد حابب بيقوله لأنه ده حتى لو أنت بتعتبر أنك موزيع في قناة النادي الأهلي قلت ليه جمهورك وجمهور القناة أحنا مش بنقول ده عشان نبعد أسباب فنية أو أسباب إجرائية أو أسباب من اللعبين أو من الجهاز الفني أو من القيادة نفسها داخل وأثناء خطة وأداء المباراة وبالتالي لن نكتع لعنوانين مهمين قوي قلت آخر سبع سنوات من 2014 إلى 2019 أو خمس سنوات يعني أعتبرهم ست مواسط ست مواسط صح كده في آخر مشاهد الكرة المصرية بجمهورها ودي حاجة مهمة قوي وكمان لو قلنا النادي الأهلي تحديدا مع منو الجزيه مع الراجل اللي استكمل مسلسل الحداثة اللي كان النادي الأهلي بيمشي بيه اللي هو معك تيم وكمان معاك كل المؤدات والأحدث موجود داخل بدران النادي الأهلي أو في الشق الفني ومن سمى مجلس إدارة وقتها لا يبالي كما حدث مع مجلس كابتا حمود الخطيب بعد ما بدأ يضخ كل النجوم المطلوبين جماهيريا وفنيا أو فنيا وجماهيريا وبالتالي مشهد الجماهير لما بتنقل انت من ملعب فاضي مهما كانوا نجوم نادي كبير لملعب مليء بالجماهير زي ما حدث فيه النهائي حتى بعيدا عن أحداثه والضغوط اللي مرست على الأهلي في تونس لكن ملعب مليء بالجماهير يفرق كتير قوي عن ملعب بدون جمهور ده يودينا للجزء الفني برضو اللي الناس حابة تعرفه ومن ثم النادي الأهلي حتى بعد منول البطولات التي حازها بعد منول أفريقية كانت زي ما تقول العربية فيها آخر بنزين مع كابتا حسام البدري أعتقد 2012 صح كده ثم كابتا محمد يوسف محمد يوسف يعني ما تبقى من بنزين والدليل أن تقريبا كلا المدربين عملوا بنفس الطريقة والأداء وكانت اللعيبة طلعة يعني المطلع خلاص فبقى واقفين فوق ده بالنسبة لدور الأبطال أن 2014 في الفدرالية مع جريدو طبعا وبالتالي جي مستر جريدو حدث الحكاية بالباص القصير واعتقد أنه والوقتي برضو عنده نتائج كويسة مع الفرق اللي اشتغل معاه بالضبط ومن ثم هنقول بقى وصلنا المساحة دي ازاي كان كوبر أيضا متحفز جدا عشان نوصل بعد ما كنا ما بنوصلش لكن كان بيسعفوا ايه تحفزوا ده في جزء شخصية الكرة المصرية اللي لسه فيه ناس بتقول لما أطلع ألعب بره دافع الكلام ده كان في السبعينات ومنتصف تامنات القرن الماضي أطلع أدافع بره واجي هنا أبدأ أهاجم لا 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 الموضوع ما بقايش كده ولا ما كان الأعلي اللي يفوز في رادس أكثر من مرة وفي ملاعب أخرى أنا بكلمك حتى عن جلب الكأس نفسها وبالتالي شخصية اللاعب لو لا أن كوبر كانت فكرة الاحتراف قد فتحت على مصرعية وبالتالي القادمين والمتحكمين في الأداء مع شبابنا اللي من جوة البلد كانوا خلاص ده جاي مش خايف من الجمهور ده جاي حابب يشوف الجمهور حابب يستكمل نفس المسيرة وبالتالي دول عنصرين مهمين جدا